أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية بكرة طبعا مباراة منتظرة مطش مصر والجابون في تصفيات كافة العالم اللي هتلعب بالمناسبة الساعة 9 مساء الحقيقة يمكن عشان أتكلم على مطش الجابون والحقيقة يمكن يعني أنا شايف أنه مشوار التصفيات في الفترة اللي جاية مفترض أنه هو الأهم عندناش حاجة على الساحة أهم من مطشاط منتخب مصر التجربة الأولى زي ما قلت الحراككم أجراص إنذار أعتقد أنه تجربة كانت مفيدة بصرف النظر عن النتيجة والمكسب والحمد لله أنه حطينا أول 3 نقاط فيه راصدنا لكن في النهاية أعتقد أنه الأداء اللي تقدم فيه كلام كتير جدا ولمنتخب الحقيقة محتاج شغل كتير جدا وبسرعة لأنك أنت بتكلم على مشوار التصفيات تقريبا عمره شهرين يعني أكتوبر عندنا بعد مطش الجابون هنلعب هنضيح لغاية أكتوبر نلعب بعد كده مع ليبيا رايح وليبيا جاي وبعد كده نلعب مباراة العودة مع الجابون هنا في مصر ومطش أنجولا بره في شهر 11 إن شاء الله وبعد كده إن شاء الله لو تصدرنا نشوف بقى هنقابل مين عشان نوصل كاس العالم ففي النهاية أنت ما عندكش وقت وأعتقد أن الشغل أو التعديلات أو معالجة المشاكل اللي ظهرت في مطش أنجولا محتاجة منك وقت بسرعة وبالتأكيد طبعا صفقات الأهلي هتكون حضرة معنا بشرفنا واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين طبعا كابتن محمود سمير ضيف علينا فيه السادسة مساء أخير كابتن محمود سيد النور وبتشرف لو أكون موجود معاك شرف لي دايما أنك تكون موجود معنا وخلينا أبتدي معاك من مطش بكر يعني مطش مهم جدا طبعا حاك عارف أنه مصر كسبت أنجولا بشق الأنفو زي ما بقولوا رغم أن المباركة على ملعبنا ورغم أنه التوقعات أنه يعني كان الأدائي بقى أفضل من كده وأنه النتيجة كمان تبقى أفضل من كده لكن يعني بداية خلينا أقول متعسيرة نوعا ما تأثر أو تلقي بزرارها على مطش بكر خصوصا أنه الجابون كمان خسرت من ليبيا في المواجهة الأولى 2-1 فتلعب أول مباراة على أرضها عايزة أتعوض لو بتفكر تخش في سباق المنافسة على صدارة المجموعة شايف مطش بكر إزاي وأوجه الصعوبة في مواجهة الجابون طبعا في البداية بنبارك لمنتخب وكابتو حسان بدري والجهاز الفني على المكسب ودايما في بعض أجهزة فنية بتركز على المكسب أكتر من الأداء للهدف اللي هو عايز يوصله كابتو حسان بدري معا مجموعة كبيرة جدا من اللعيبة المتميزة ومقدين موسي مرائع سواء من الأهل أو الزمالك أو محترفين ما فيش شك إن ممكن الناس أو الشارع المصري بيختلف على الأداء بتاع المنتخب مصر الفترة دية تعال الفترة اللي فاتت أداء غير مردي لكن في النهاية الناس بتبقى عايزة برضو المكسب لمنتخب مصر وإن المنتخب مصر يعدي الفترة اللي جاية وفي المباراة خاصة بتاعت بكرة ما فيش شك إن صلاح وغياب تريزيجيه بسبب الإصابة واتمناله الشفاء إن شاء الله يرجع من الاثنين الملع عناصر مهمة جدا لمنتخب مصر ومن الاثنين اللي بيصنعوا الفارق في السرعات والنحية الوجومية والمهارة مأثارين بشكل كبير جدا في الأداء لمنتخب مصر بغض النظر إن يزيزو متواجد أو حسين الشحات أو أفشا مقاديين بشكل محترم برضو إلى حد ما لكن ما فيش شك إن محمد صلاح هو عنصر أساسي بيصنع الفارق لمنتخب مصر فبتمنى لهم طبعا التوفيق في مرات بكرة إن شاء الله ووجود صلاح حيفري كتير جدا مع المنتخب